موسيقى مساء الخير من القاهرة والناس ونشراء إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين الفريق أحمد خالد مصر تبني قوتها وجيشها البرلمان يشيد بسحر استشهدوا ضابط وإصابة أربعة في قناة تفاؤلنا في البرصة بعد رحيل الرجل الغراب وإليكم تفاصيل النشر مصر تبني قوتها وجيشها هذا ما أكد عليه الفريق أحمد خالد قائد قوتنا البحرية خلال مراسم استلام مصر الغواصة الألمانية الجديدة تايب 42 من طراز 209 قائلا إن هناك دول بمنطقتنا تم تدميرها لكن مصر كانت ولازلت قادرة بفضل الله ورؤية وطنية سليمة على المحافظة على وحدتها بل تبني وتحدث قوتها وجيشها في ظل انهيار بعض جيوش المنطقة مشيرا إلى أن مصر عانت على مدار تاريخها العريق من ويلات الحروب ومحاولات الاستعمار التي باءت جميعها بالفشل مؤكدا أن خبرة الحروب التي خاضها الجيش المصري طوال تاريخه الممتد جعلته قادرا على حماية الأرض والشعب والهوية هذا وتسلمت مصر الغواصة الثانية من الجانب الألماني وهي من الغواصات الهجومية المزودة بأنظمة تحكم في إطلاق التوربيدات وأنظمة تحكم إلكترونية للأسلحة ولديها القدرة على إطلاق السواريخ الهاربن البحرية المضادة للسفن بالإضافة إلى زرع الألغام البحرية يأتي ذلك ضمن عدة صفقات كبرى تجعل البحرية المصرية في مصاف البحريات العالمية حيث شهدت المصر خلال عامين إبرام عدد من الصفقات للتسليح منها حاملتي الطائرات عبد الناصر والسادات من تراز نيسترال البرلمان يشيد بالوزيرة فقد أشاد وفد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال زيارته لمركز خدمة المستثمرين بالإجراءات التي اتخذتها صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لتوفير كافة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات بما يسهل الأمر على المستثمرين حيث تفقد النواب مكتب الجوازات بالوزارة المرتبط إلكترونيا بمصلحة الجوازات ووزارة الداخلية فيما أعلنت الدكتورة صحر نصر عن إنشاء ستة فروع مراكز لخدمة المستثمرين بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي بالقاهرة ومن الاستثمار إلى السياحة حيث قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن مصر احتلت مقدمة الدول الإفريقية من حيث الوجهة المفضلة للسياح ذلك أنها استعادت 41% من الحركة السياحية ومن المتوقع أن تحصد نحو 8 مليون سائح لهذا العام بفارق مليوني سائح عن العام الماضي وكانت صحيفة تيليجراف البريطانية قد أكدت أن مصر عادت كواجهة جذب سياحي عام 2017 مشيرة إلى أن هناك استمرار في الطيران إلى مصر وفي الحرب على الإرهاب استشهد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة وأصيب أمينة شرطة ومجندان وذلك ضمن حملة أمنية بمركز أبو تشتم محافظة قناء وكان ذلك أثناء متردت بعض العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الحواجف التي شملت حادث تفجيري كنيستي الطنطة والإسكندرية وحادث مدينة إسناء فيما تمكنت قوات الأمن من القضاء على ثلاثة من العناصر التكثيرية خلال استهداف منطقة جبلية تستخدم معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة وتم ضبط أسلحة نارية وأدوات إعاشة مع العناصر التي تم تصفيتها هل تصدقون في النحس؟ مثلا هل هناك زوجة تنحس زوجها؟ فعلا يحدث فكثيرا ما رأينا زوجات معروفات يجلبن النحس والخراب للأزواج لكن الغريب أن ذلك يحدث للمؤسسات أيضا فهناك رؤساء مؤسسات وشهم نحس على أي مؤسسة يتولون قيادتها مثل ما حدث للبرصة المصرية في السنوات الأخيرة هكذا جاءت تعليقات موظف البرصة المصرية وأغلبية العاملين في دوائر المال والأعمال تعليقا على رحيل الرجل الغراب الرجل الذي ينحس أي مؤسسة يتولى مسؤوليتها التعليقات الكثيرة لم تكن تهدف للسخرية اللابعة فقط إنما دعمتها الأرقام التي تؤكد ما سبق حيث وصلت البرصة المصرية مع النحس إلى خسائر كارثية وعلى سبيل المثال وصلت الخسائر التي ضربت البرصة في يوم واحد وهو الأحد الثالث والعشرين من إبريل الماضي إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه ويوم الخميس الماضي خسر رأس المال السوقي للبرصة المصرية نحو 877 مليون جنيه وهناك الكثير من الأقامة الكارثية التي تدل على النحس ولكن هل سيستمر النحس مع الرئيس الجديد محمد فريد صالح؟ دعونا ننتظر النتائج نهاية النشرة إلى اللقاء